بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناءنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الثالث درس اليوم سيكون خطة مسألة الخطة التي لدينا اليوم هي التخمين والتحقق إذن خطة حل المسألة هي التخمين والتحقق سيكون درسنا على حصتين هذه أحدهما إذن نحن الآن بفصل السابع الدرس الثالث عندنا الخطة التخمين والتحقق بداية في المسائل ما هي الخطوات الأربع الحل المسألة مباشرة الخطوات الأربع افهم خطط حل تحقق خطوات تساعدني في الوصول للحل بشكل سريع وبشكل دقيق راح توصل لي تسهيل أو تسهل لي المسألة أبدأ بخطواتي في أفهم أقرأ المسألة جيداً أستخرج منها المعطيات والمطلوم بعد كذا أبدأ أختار الخطة المناسبة لهذه المسألة أخذنا كثير خطط رأيت كيف المسائل وشال الخطط اللي يناسبها في كل مسألة مرة علينا الحل العكسي رسم صورة البحث عن نمط إنشاء جدول تمثيل المسألة والتخمين والتحقق بعد ما اخترنا الخطة أبدأ الآن بتنفيذ الخطة أخيراً أتأكد من حلنا ولدينا أكثر من طريقة للتأكد من الحل إذن فكرة درسنا في جميع مسائل اللي عندي راح أستعمل خطة التخمين والتحقق راح أتعرف على هذه الخطة وما المقصود بالتخمين والتحقق أيضاً سنتعلم كذلك كيف أستخدم خطة التخمين والتحقق نوعية المسائل التي يناسبها التخمين والتحقق كذلك ما هي الخطة المشابهة لخطة التخمين والتحقق التخمين لا يحدى مفرد التخمين التحقق أتأكد التخمين تعالوا نشوف الآن المثال اللي عندنا ورح نتعرف على هذه الخطة ونتدرب كذلك على هذه الخطة المثال تقول اشترت الجوهرة ثلاث هدايا لأخواتها اثنتان منها تكلفان المبلغ نفسه وتزيد تكلفة الهدية الثالثة على كل من الهديتين الأخرين بثلاث ريالات إذا كانت التكلفة الكلية 27 ريالا فكم تبلغ تكلفات كل هدية نحظ الآن أولا القراءة رح تساعد كثيرا في فهم المسألة اقرأ جيدا طيب الآن رحب طبعا لو تقرأ المسألة من أول مرة قد ما تفهمها مباشرة لذلك الخطوات الأربع راح تسهلك المسألة وتخليها أكثر وضوح بعض الكلام لا ما احتاجها ما هي المعطيات اللي احتاجها المعطيات اللي احتاجها المعطيات اللي احتاجها حب دينا بإفهم عندنا لاحظ ثلاث هدايا اشترت الجوهرة ثلاث هدايا ومعطى مهم يهمني بقية الكلام يهمني في اللي فيه هديتان منها متساويتان اثنتان منهما تكلفان المبلغ نفسه لاحظ كيف تخديد المعطيات الهدية الثالثة تزيد تكلفتها على الهديتين الأخرين بثلاث ريالات تزيد تكلفة الهدية الثالثة على كل من الهديتين الأخرين بثلاث ريالات ايضا المعطى التكلفة الكلية 27 ريالة اذا لاحظ خلال تحديد المعطيات اللي احتاجها بدأت المسألة في التبسيط وتتضح أكثر وضعنا على شكل نقاط المعطيات اللي احتاجها الان بإمكاني استغناء على المسألة والاكتفال بحسب المعطيات اللي عندي طيب ما المطلوب؟ طبعا طالما هنا عندي الاستفهام إذا المطلوب كم تبلغ تكلفة كله هدية؟ حددنا المعطيات والمطلوب وكأنه عندي مشكلة الآن راح يحل هذه المشكلة طيب الآن نبدأ بالخطوة الثانية وهي خطط ما يخط المناسبة طبعا لهذه مثل هذا النوع من المسائل هذا النوع من المسائل راح نستعمل فيه التخمين والتحقق وتعالوا نشوف كيف استخدم التخمين والتحقق بداية مثل ما أعطاني أن هديتان لهما نفس الثمن الهدية الثالثة تزيد بثلاث ريالات طيب أنا كيف أعبر عن هذا الكلام؟ كيف أحول هذه الجملة اللفظية إلى جملة عددية؟ هديتان لهما نفس المبلغ الهدية الثالثة تزيد أفرض مثلا أن أحدهما بعشرة عشرة؟ كم تصبح الثانية؟ لها نفس المبلغ إذن بعشرة كم تصبح الثالثة؟ أكثر منهم بثلاث ريالات تصبح ثلاثة عشر كيف أعبر عن هذا؟ الهدية الأولى زائد الهدية الثانية الهدية الثالثة ثمنها أضيف إليه ثلاث ريالات إذن ثمن الهدايا لكن أضفت هنا ثلاث ريالات وضعتها داخل قوس لنتعبر عن الهدية الثالثة المجموع وضعنا يساوي التكرف الكلية إذن مباشرة يساوي يساوي 27 إذن لاحظ الآن بعدما حولت الجملة اللفظية إلى الجملة العدلية اتضحت كثير المسألة عندي وأصبحت أكثر سهولة أستطيع الآن التعامل بالرياضيات نشوف الآن الآن رحب طبعا بيعدد أقل من عشرة الآن طلب مني ثمن كله هدية طب التكرف الكلية 27 ليش بدأ بأقل من عشرة لو كانت عشرة عشرة وعشرة بي رح يكون أكثر من ثلاثين المبلغ اللي عندي أقل من ثلاثين لذلك لاحظ الآن وضع التخمين بأقل من عشرة لأن التكلفة اللي عندي ثلاثة 27 عندي ثلاث هدايا لو كانت ثمن عشرة أصبح ثلاثين بما أن التكلفة الكلية أقل من ثلاثين إذن رح أبدأ بأقل من عشرة أقل من عشرة كم؟ مثلا بثلاثة ريالات؟ لا على حسب لابد أكون تخميني جيدا رح أبدأ الآن التخمين الأول نفضل تسعة ريالات لو كان تسعة إذن رح يكون تسعة وهنا أيضا تسعة كم تكون هديث ثالثة؟ أضيف إليها ثلاثة ريالات تصبح 12 إذن يصبح تسعة زائد تسعة زائد الهديث الثالثة اللي تزيد عنهم بثلاثة إذن أضفت إلى التسعة ثلاثة أصبحت تسعة زائد تسعة ثمانطعش ثمانطعش زائد إثنى عاش أصبحت ثلاثين وهذا كثير لأن التكلفة لعند الكلية بسبعة وعشرين لكن لاحظة التخمين الأول رح يساعدني في الوصول إلى تخمين آخر أكثر دقة من الأول ها شو سوينا هل رح يخمن بأكثر من تسعة وأقل من تسعة طبعا أقل من تسعة بكثير أو بقليل الفرق قليل عن الثلاثين إذا رح أخمن بخمسة أحسنتم رح أخمن بثمانية التخمين الثاني بثمانية لو كان ثمانية رح يكون الهدية الأولى ثمانية الثانية بثمانية الثالثة أكثر منهم بثلاثة يعني ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إذن تصبح الآن ثمانية الهدية الأولى ثمانية الهدية الثانية الهدية الثالثة تصبح إحدى عشر لأنني أضفت ثلاثة لأنها أكثر منهم بثلاثة الثمانية مع الثمانية بستة عشر ستة عشر لو أضفنا على إحدى عشر تصبح 27 خمّنت بعد ما خمّنت تحقّقت فأصبح حالي الآن صحيح وهنا فكرة التخمين والتحقّق تخمين يكون ليس عشوائي بذلك الدرجة إنما على حسب المعطيات التي أعطاني عليها لحظنا في المسألة أن أعطاني بعض التلميحات أخذت هذه التلميحات وقاعدة أشتغل عليها الآن راح أتحقق من إذن ثمن كل هدية ثمانية ثمانية وثمانية هديتان هدية ثالثة بـ 11 ريال تحقّق طبعاً راح أطرح المبلغ الـ 27 من ثمن كل هدية 27 لو نقصت من هدية الأولى يتبقى 19 19 لو نقصت من الثمانية الهدية الثانية يتبقى 11 الـ 11 لو نقصت من ثمن هدية الثالثة 11 لم يتبقى معي شيء وبكذا وضع الثمن كله هدية استخدمت التخمين والتحقق تعالوا الآن نحل الخطة راح نشوف الآن ليش استخدمنا التخمين والتحقق وكيف خمّلنا وكيف تحققنا بكل فقرة راح نشوف الآن فسر لماذا استعملنا هدية زائد هدية زائد هدية زائد ثلاثة لحل المسألة لماذا؟ لنقال لي بالمسألة أن الهديتان لهما نفس الثمن مثل ما قلنا لو كان هدية بعشرة كم تكون الثانية؟ بعشرة الهدية الثالثة قال لي أكثر منهم بكم؟ بثلاثة إذن راح أضيف على ثمنهم العشرة أضيف إليها ثلاثة فتصبح بثلاثة إذن حتى أعرف ثمن الهدية الثالثة ثمنها لابد أن أضيف على الهدية هذه ثلاثة ريالات ألاحظ كيف أني حولت الجملة اللفظية إلى جملة عددية ساعدتني كثير في الوصول للحل إذن بما أن لهم نفس السعر أصبح هدية لهم نفس السعر والثالثة تزيد عنهم بثلاثة ريالات فهذا هو الجملة العددية الصحيحة والتفسير الصحيح نشوف سؤال آخر لماذا كان التخمين الأول تسع ريالات ولم يكن عددا أقل؟ طيب لاحظ عندي الآن أن ثمن الهدايا الثلاث ثمن الهدايا الثلاث 27 إثها 27 الهدية رح تكون إذن الهدية الواحدة رح تكون قريبة على العشرة لو كانت عشرة يصبح ثلاثين بما أن عشرة هنقول العشرة وعشرة وعشرة وبيكون ثلاثين لكن بما أنه قريب هي على الثلاثين فوضعنا تسعة هل بالإمكانة نضع خمسة؟ الخمسة بعيدة لكن رح أكون قريب على العشرة تسعة ثمانية بما أني وضعت الثلاثين إذن رح يكون تخميني الآن قريب على العشرة أكثر ولا أقل؟ طبعا أقل من عشرة لأن عند الثلاثين السبعة وعشرين أقل من ثلاثين إذن لأن تكلفة الهدية الواحدة قريب من عشرة فلذلك وضعنا التخمين بتسعة طيب السؤال يقول إذا أنفقت الجوهرة تسعة وثلاثين ريالا على الهدايا فكم تكلف كله هدية؟ طيب قبل قليل قال لي تكلف سبعة وعشرين ألا هم بتكلف تسعة وثلاثين طيب وش راهيك؟ هل أبدأ أقل من عشرة؟ الآن كان عندنا لو كان عشرة رح يكون ثلاثين بما أن المجموع تسعة وثلاثين إذن رح أخمن وأبدأ من مبانغ أكبر من عشرة إذن طالما نتسعة وثلاثين سأوضع التخمين الأول الهدية بـ 11 إذا كانت الأولى بـ 11 الثاني لها نفس السعر الثالثة تزيد عنهم بثلاثة لذلك وضعناها بـ 14 إذن 11 11 14 أصبح مجموحهم 36 ما وصلنا إلى 39 راح لاحب التخمين الأول الآن ساعدني راح أضع التخمين الثاني أكثر دقة طيب وش رأيك أنا جربت 11 أحط 15 لا أنا قريب على 39 قريب جدا لذلك سأقرب عدد أو أستخدم عدد قريب من 11 أضع 12 لو أضعت 12 12 راح تكون الهدية الثالثة ليش 15 لأنها تزيد عنهم بـ 3 لذلك نفس السعر أضفنا إلى 3 الهدية الثالثة أصبحت 15 12 مع 12 بـ 24 والـ 15 أصبحت 39 الآن تحققت من تخميني أصبح تخميني صحيح توصلت إلى ثمن كل هدية الأولى بـ 12 الثانية بـ 12 الثالثة بـ 15 أنشو السؤال الرابع فاسل كيف توصلت إلى الجواب في التمرين الثالث في السؤال الذي قبل هذا كيف توصلنا إلى الجواب طبعا مثل ما قلنا أنا جربت أعداد أكثر من 10 لأنه كان 10 راح يكون 30 لذلك تخميني راح يكون على حسب المعطيات اللي عندي تخمين معقول على حسب المعطيات اللي عندنا إذن بما أنه عندي التكلفة الكلية 39 بدأنا بأكبر من 10 تجربنا طبعا التخمين أول 11 التخمين أول لم يكن صحيح بدأنا بالتخمين الثاني 12 وأصبح هو الصحيح بعد ما تحققت إذن أخمن وأتحقق الآن بعد ما حلنا الخطة وعرفنا ليش استخدمنا هذه الخطة راح أشوف الآن أتدرب على هذه الخطة ورح ناخذ مسائل على خطة التخمين والتحق شوف المسألة يهوى كل من عبد الله ويوسف جمع الطوابع إذا كان عدد الطوابع التي جمعها معا 249 طابعا حيث جمع يوسف طوابع أقل من عبد الله ب37 طابعا فكم طابعا جمع كل منهما لاحظ المسألة طويلة وفيها معطيات كثيرة لا أحتاج إلى بعضها أحتاج إلى معطيات التي تفيدني في الوصول للحل طيب أحدد المعطيات من أول خطوة في حل المسائل وهي افهم لو طلبت منك الآن تحديد المعطيات المعطيات اللي يحتاجها نبدأ صدع التوقيت أحدد فقط المعطيات نبدأ طيب تعالوا نشوف الآن لاحظ عندي يهوى جمعة طوابع في بعض المعطيات لما أحتاجها لو حددت المعطيات اللي أحتاجها أنا عدد الطوابع التي جمعها 249 طابعا جمع يوسف طوابع أقل من عبدالله ب37 فقط هذه المعطيات اللي احتاجها بقية المعطيات لا أحتاج إليه إذا لاحظ المسألة أصبحت أكثر وضوح بتحديد المعطيات لذلك الخطوات الأربع مهمة جدا وضعنا المعطيات المطلوب طبعا كم طابعا جمع كل منهم مثل ما قلنا راح نحل المسائل بخطة التخمين والتحق إذن راح نستخدم التخمين والتحق راح ندرب على هذه الخطة طيب راح نشوف الآن كيف نحل المسألة طيب لا يحظ عندي الآن حسب ما قال لي في المسألة أن الطوابع عبد الله زائد طوابع يوسف تساوي 249 ريالا مجموحهم 249 طيب كتخمين أولي كم أضع عدد طوابع لكل منهما هل معقول أن أضع 50 طبعا لا شخصين مجموحهم فوق الميتين إذن راح أبدأ من كم من كم أبدأ من ألف مثلا من 500 أبدأ من 100 إذن التخمين الأولي يفترض يكون جيدا حتى يساعدني للوصول للحل إذن راح أضع 100 إذن وضعنا 100 الآن تخمين أول 100 نقول عبد الله مع 100 طب كم يكون مع يوسف إذا عبد الله مع 100 يوسف كم يكون معه هل يوسف مع نفس العدد لا أقل أقل بكم أقل من عبد الله ب37 إذن راح أنقص اللي مع عبد الله أنقص منه 37 حتى أعرف عدد الطوابع اللي مع يوسف أي عدد مع عبد الله أبنقص منه 37 أعيطيني الطوابع اللي مع مع يوسف إذن راح أنقص 37 من المية إذن 100 لما عبد الله زائد اللي مع يوسف قلنا اللي مع يوسف أبنقص منه 37 إذن 100 زائد اليوسف 100 ناقص 37 طيب يصبح الآن 100 زائد 63 كيف أصبحت عندي 63 لإني نقصت من المياه 37 طيب كم أصبع عندي الآن؟ 163 أقل من كم؟ أقل من 229 أقل بكثير إذن راح أخمن التخمين الثاني وما راح يكون قريب على الأول يكون بعيد قليلا راح أضع الآن راح أضع 130 لو وضعت 130 لعبد الله يوسف مباشرة راح أخذ منه كم؟ أنقص منه 37 إذن راح أقول الآن 100 زائد 93 130 زائد 93 من من جبنا 93؟ المية وثلاثين نقصنا منها 37 لأن يوسف أقل أصبح الآن 223 لا زالت أقل أقل من 249 لا كل مرة لا أحظ أني أخترب أكثر راح أخمن تخمين الآن ثالث أضيف 140 ما راح أبعد كثير لأنه أنا قريب الآن من المجموع لو كان عبد الله 140 يوسف مباشرة أنقص منه 37 إذا نقصت من 147 أصبح عندي 103 إذا كان مع عبد الله 140 ترى مع يوسف 103 لأنه أقل منه ب37 كم أصبح مجموعهم الآن؟ أصبح 243 لاحظ قريب جداً اقتربت أكثر قريب جداً من 249 التخمين الآن القادم راح يكون كم؟ طيب نشوف الآن راح يكون قريب من 149 راح أخمن بي لاحظ في كل مرة خمنت بي عشرة لكن هنا الآن ما راح أضيف عشرة إنما أضفت خمسة لأن العدد اقترب أكثر وأكثر إذا كان مع عبد الله 145 راح يكون مع يوسف 108 لأنه بنقص من اللي مع عبد الله 37 يوسف أقل 145 أضفنا إليها 108 أصبح 253 أكبر من 249 249 طيب شا سوي الآن؟ شا سوي؟ الآن أصبح عندي تصور معلومة إنه راح يكون بين 145 وبين المية أو 40 لأن الآن أكبر من 140 وأقل من 145 راح أخمن تخمين خامس أضع 143 إذا كان مع عبد الله 143 راح يكون مع يوسف 106 الآن أصبح 149 توصلنا إلى إجابتنا الصحيحة لاحظ كيف؟ كل تخمين يساعدني في التخمين اللي بعده وكل تخمين أربط التلميحات اللي عندي والشروط حتى أصل إلى الإجابة وخمن وأتحقق طيب الآن التحقق طيب تحقق أريد منك الآن تتحقق من الناتج وش رايك أضع؟ التوقيت تتحقق من الإجابة حلينا المسألة مع بعض تتحقق منها؟ أريد فقط منك أن تتحقق من هذه الإجابة نبدأ ترجمة نانسي قنقر طيب هل سنشوف الآن طبعا مثل ما قلنا بالتحقق عندي أكثر من طريقة للتحقق منها عكس العملية إذن بإمكاني استخدام عكس العملية لو طرحت الآن 249 أنقص منها 106 راح يعطينا طبعا 143 و لا يحط عندي 249 نقص منها 106 يصبح هنا ثلاثة أربعة واحد وهو عدد اللي مع أحدهما عبد الله نشوف الآن أكتب فسر ماذا يعني أن تحل المسألة باستعمال التخمين والتحقق ما معنى التخمين والتحقق؟ ما المقصود بالتخمين والتحقق؟ التخمين توقع منطقي توقع منطقي لاحظ توقع وليس أي توقع إنما يكون منطقي على حسب المعطيات اللي عندك والشروط والتلميحات اللي أعطاك إياها إذن ليوح توقعك منطقي التحقق أستخدم هذا التوقع وأشوف هل هو مناسب لصحة الحل أم لا؟ ماذا تفعل عندما تستعمل خطة التخمين والتحقق؟ وتجد أن تخمينك الأول لا يحقق المسألة طالما تخمين أول لم يحقق راح أزيد أو أنقص وأبدأ بتخمين آخر حتى أصل إلى الحل مثل ما شفنا على حسب التخمين يساعدك في التخمين اللي بعدها ما هي الخطة المشابهة للتخمين والتحقق؟ طبعا عندنا خطة تمثيل المسألة كده وصلنا إلى نهاية درسنا المسائل جدا مهمة وجدا جميلة ومرحلة عالية جدا من التفكير أنت من يضع الخطة وأنت من يحل وأنت من يتحقق منها لك شكرا لكم لإهتمامكم ومتابعتكم كارم معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الإسلامات الذويب دمتم سالمين في حفظ الله وعايته ونساعدكم الله وفي أمال الله ترجمة نانسي قنقر